انا من الاشخاص اللي دائما بحب الجملة دي فكرة انه الدنيا بخير ففيه اصوات حتقولك خير بس في ايه ده الازمات مليا الدنيا والعالم كله بقى ازمات وكل يوم نسحة الصبح نلاقي ازمات طيب تعالوا نتفق هو العالم اللي مليان ازمات ده على بلد وبلد لا ولا على مجموعة دول ودول لا طبعا فيه عالم متقدم وفيه عالم معقول فيه عالم متوسط وفيه عالم نامي ولكن السواسية بالنسبة للكل هي انه العالم في ازمة بنتلع من ازمة ندخل في ازمة طيب الحل ايه الحل موجود عند دول كتير بتحاول طول الوقت انها تساعد موطنيها بمعنى ايه انها تجد الحلول انها تتناقش انها تديهم طاقة ايجابية طب الازمات دي الدولة بس اللي بتتحملها ولا كمان الشعب بيتحملها الكل بيتحملها طالما انه الازمة خارجة عن طاقة الدولة وعن امكانياتها وعن حلولها رغم انها بتحاول لكن لازم فكرة انه اليد في اليد طب تيجي اليد في اليد ازاي احيانا انت كده تبقى عايز ايه تحاول انك يعني تشوف انا ممكن اساعد ازاي لا ممكن تساعد اولا ان الطاقة الايجابية اللي ممكن تاخدها من كمية الافكار من كمية الحلول من كمية انك تبقى حاسس ان الدولة يعني في حالة ايه في الملعب الحكومة بتاعتك موجودة طول النهار يا اما في مشروعات يا اما مؤتمرات يا اما في حلول يا اما في افكار يا اما في عرض يعني ايه تطمنك بانه الدنيا ماشية بخير الدنيا بتشتغل وبعدين تلاقي انت نفسك طول الوقت ناس تانية من ناحية تانية بتكسر فيك وبتخوفك وبتقول لك خد بالك الدنيا مش مشية والمشاكل كتيرة وانت هتعمل ايه وتلاقي دول تانية بتحاول تقدم حلول طول الوقت وتقدم لمواطنيها افكار وبرامج طيب الفن كمان ممكن يساعد طبعا يساعد ويقدم وعي للناس ويقدم افكار الكورة نفسها تساعد طبعا تساعد لما الكورة تشتغل وتبزي المجهود وتقدم حاجات وتمتع الناس كل حد في كل مكان يقدر يساعد من مكانه مش بس الدولة انا دايما بكره فكرة انه الحكومة بابا وماما لا الحكومة مش بابا وماما الحكومة عليها دور لازم تقوم بيه والدولة عليها دور بتقوم بيه لكن انا وانت والشارع والمواطن والجار لما شوف يعني اما شوف كده تلاقي الناس قاعدة مثلا في الاوتوبيس تلاقي واحد يطلع يسود العيشة ويتكلم عن المشاكل بس وتلاقي واحد على بابا الله لابس اللبس البسيط الابتسامة من هنا الهنا ويقولك سبها على الله وان شاء الله تتحل ناس كتير من البساطاء دول بيعلمونا بجد كل يوم دروس في الرضا دروس في القناعة دروس بانه بكرة هيعدي هو الشعب المصري ده عاش كتير قوي لو انتو بتقرؤ وتقرؤ التاريخ تلاقي مراحل كتير مرت على شعبنا وعلى دولتنا وحتلاقي انه ناس كتير بتعديها بشغلها بالعمل يعمل اللي يقدر عليه وهو انا لما اصحى الصبح اجي هنا اقدم برنامجي وشغليه واشتغل واعمل انا بدور الحركة زي ميلي اللي واقف قدام الكاميرا واللي هنا والفيستوديو والعامل كل واحد يعمل اللي عليه هتلاقي الحركة بتمشي لكن لو قدتنا ارغي وهو يرغي ونقعد بقى نشتكي لبعض ونشتكي على السوشيال ميديا ونشتكي ونشتكي انا خدت كمية سلبية مش ممكن تخليني ابدا اقدم لحضراتكم اي حاجة ايجابية اتقى الايجابية موجودة بس علينا ان احنا ندور عليها ونحاول قد ما نقدر طالما ان احنا بنقاسم العالم كله الازمات اللي موجودة ونبص نشوف من الزاوية مش بيقولك الكباية فيها النص المليان خلينا في النص المليان لان النص الفاضي مهما عملت هتعمل ايه خلينا نحاول عجبني النهاردة الكلمة اللي سيد الرئيس يمكن وجهها في المؤتمر السنوي للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد والحقيقة قال لهم كلمة عن دول العالم العشرين اللي بتتقدم الاقتصاد العالمي وقال بالنسبة لافريقيا انتم شايفين افريقيا موجودة في اي دولة من دول العشرين افريقيا عشان تبقى احسن لازم تحسن البنية التحتية بتاعتها وتحسن الاستقرار والامان ويبقى عندها بنية قوية وبالتالي تقدر توقف على رجليها لان دولتنا مش غايبة ابدا وان احنا اللي لازم كلنا نحاول نبص للحقيقة شكلها عامل ازاي وناخد اي شق ايجابي ونعيش به لان هو ده اللي هيعدينا واكيد دايما يعدينا تعالوا نروح للكورة لان الكورة كلنا بنتباعها واذا كان عندنا غضب فالغضب ممكن نحاوله كمان لطقة ايجابية ونشوف له حلول النهاردة اتحاد الكورة وجه الشكر لإيهاب جلال ويعلن خط التطوير شامل طبعا المدرب ايهاب جلال وجه له الشكر واعلن اتحاد كورة القدم المصري عن ايقالة ايهاب جلال يعني ما بين الشكر والاقالة المهم انه المدرب ايهاب جلال المدرب الفني للمنتخب مش هيبقى موجود في الفترة المقبلة وده رسميا وبعد الاجتماع الهام اللي عقدوا مجلس ادارة الاتحاد النهاردة لوضع خطوط عريضة لمستقبل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة وكمان منظومة الكورة المصرية وده اعتقد ده مش بقت مطالب بس دي مطالب شعبية ومطالب كبيرة جدا لان احنا بجد في حاجة شديدة جدا للتطوير خاصة في مسألة كورة القدم وده كان واضح بعد تدهور النتائج اللي كلنا شفناها على ارض الواقع وكلنا بنتبعها كلنا عارفين ان كورة القدم هي معشوقة الجماهير هي اللي ايه اللي بتخلي الناس تتبسط شوفوا كده لما مصر بتفوز شوفوا الشعب بعيش كم يوم مبسوط يعني بيبقى فيه طاقة ايجابية فاذا كان العمل بيطلع الطاقة الايجابية اذا كانت مباراة ممكن تسعد ناس اذا كانت بطولة ممكن تسعد ناس فما علينا غير ان احنا نشتغل بس نشتغل صح الناقد الرياضي هاني عبدالصبور مساء الخير مساء الخير على حضرتك يا سيدة شفكي ومساء الخير على كل السادة المشاهدين انا عايز اعرف ملخص اللي حصل اولا يعني انا سيفة انه ما بين الشكر والاقالة فقل لي ملخص اللي حصل طيب اوه خلينا نقول انه هو القرار في البداية كان قرار اقالة الكابتن اهاب جلال بس عشان هو جيه في وقت غير مناسب الظلم اتحاد الكرة ما وقتش معاه جلسات قبل اعلانه عن توليه المسئولية ما عرفش خطته ما كانش فيه اي اتفاق ما بين الطرفين سواء دركة اتحاد الكرة او كابتن اهاب جلال عن خطة العمل في الفترة المقبلة كان كل الهدف هو تعيين مدير فني وطني المنتخبنا الوطني بعد فشل تقديد التعاقد مع كيروش واستمراره مديرا فنان للمنتخب وبالتالي المعطيات دايما بتؤدي الى نتائج فما بني على فشل فيؤدي الى فشل حضرتك ذكرت ان الكرة هي مصدر السعادة بالنسبة للشعب المصري ويتساهم كتير جدا في تحسين مزاج الشعب وده الكلام اللي كان قاله السادة دكتور اشرف صبح حضر الشباب والرياضة ان مزاج المصريين متعكر منذ الهزيمة القاسية او الهزيمة الغير مبررة امام منتخب اثيوبيا احد المنتخبات الغير المصنفة فطبع من ساعتها كان فيه سنان كبير جدا سواء من مزارة الشباب والرياضة او المسؤولين عن الملافط الرياضي في مصر على تصحيح الوضع ووضع خارط الطريق لإصلاح مصار الكرة المصرية والنهاردة كان فيه جلسة ما بين السادة اعضاء مجلس اتحاد الكرة مع السادة دكتور اشرف صبحي تتكلم فيها عن فكرة ان خلاص الشعب او الجمهور المصري منقلب ضد استمرار اتحاد الكرة بسبب القرارات الخطئة اللي خدها في الفترة الاخيرة وكان من ضمنها تعيين الكابتن اهاب جلال واعضاء مجلس الادارة تسهموا الوضعه وعرضوا عليه خطة الاصلاح وتكلموا على بعض الكرارات وبالفعل الدكتور اشرف اكد انه هو مسامد لي وفي هذه الكرارات خصوصا انهم المدة الزمنية منذ انتخابهم ما بعلومش كتير 15 شهر فقط او فالدوم السابورت والدوم الدعم في الكرارات اللي خدوها وبالتالي شوفنا الكرارات اللي جات النهاردة كرارات فيها يعني كرارات في السورة بتاعتها او في كرارات المحتوى بتاعها كرارات جيدة جدا 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 المهم ان يكون اختيارنا مش مجرد اختيار ناس اجانب او قبراء اجانب انا هاقف هنا هستأذنك يعني هستأذنك لأستاذ هاني وهاقف هنا عند يعني الاختيارات خلينا نخدها واحدة واحدة لانه ده موضوع بقى بيهم الشارع المصري كله لانه زي ما قلنا الكرة هي مع شوقة المصريين الملف دلوقتي يعني تسلموا طبعا في اتحاد الكرة كابتن حازم امام فعايزين نعرف دور كابتن حازم امام تحديدا ولماذا اختيار كابتن حازم امام طبعا الكابتن حازم امام وكابتن محمد براطاط هم النجمين الوحيدين اللي لاعبوا كرة في تشكيل هيئة اتحاد الكرة كان عندهم اعتراض سواء كابتن حازم او كابتن محمد براطاط اعتراض معلن من البداية على تعيين الكابتن اهاب جلال فعشان كده في الخطوات الاصلاحية تم استماع لوجه نظرهم كاملة وتم الاستماع او الموافقة على الكارات اللي هم شايفينها في صالح الكرة المصرية عشان كده النهاردة كابتن حازم امام كان بيتكلم ومصدر المشهد باعتباره احد جمع الكرة المصرية وهو الشخص الوحيد مع الكابتن محمد براطاط اللي مارس لعبة كورت القدم او على المستوى الاندية او على المستوى الدولي وبالتالي كلامه كان يحمل يعني تهدئة للمصريين والغاضبين في القطرة الاخيرة من المستوى المنتخب والكارات زي ما حضرت اعلانها الكارات كلها بتتكلم ان احنا مصدخلين على المدرسة الاجنبية اكيد قبل المدرسة الاجنبية خلينا لسه في المنطقة بتاعت يعني تسلم الملف لكابتن حازم امام سؤال خبيس هيسأله كل المصريين هيقولوا طيب هل بقى كابتن حازم امام وكابتن بركات هل اتحاد الكورة يعني حيديهم هذه الصلاحية ولا هيحط عليهم برضو الاعباء ويبقوا هما في وش المدفع بالفعل النهاردة السؤال ده تسأل والطرح في المؤتمر الصحفي لكابتن حازم امام اللي اكدوا انه هو واقف امام الصحفيين وبيعلن هذه القرارات بعد ما خدد ضمانة الكاملة من اعضاء اتحاد الكورة انهم هينفزوا هذه القرارات وهتتنفذ بشكل جدي في اتحاد الكورة في الفترة المقبلة واعلن انه هو اتحاد الكورة كله موافق على هذه القرارات ان دايما حريك عارفة في مسكنات بتطلع فدايما الجمهور والشرع المصري والرأي العام القروي بقى عنده تخوف من اي كهارات بيتم الاعلان عنها خصوصا ان في بعضها بيبقى فيه مسكنات عشان يهدي الرأي العام وبعد كده بنتفاجئ ان ما فيش كهارات من جي تم تطبيها او بيبقى فيه بعض المعاقات للتعاقد سواء مع مدير فن أجنبي زي ما سمعنا من أستاذ جمال علام في أزمة الدولارات بس تقريبا هم حلوا الأزمة المالية وبقى فيه ميزانية لاتحاد الكورة وهيتم استطلع منها يعني هيعملوا ايه أزمة الدولارات تحلت ازاي في البداية احنا ما عندناش أزمة الدولارات ما افقدش ان مصر او الاتحاد المصري في الفترة الأخيرة عنده أزمة الدولارات لان فعلا قبل ما يتم الاعلان عن تعيين الكابتن هاب جلال وديه فن المنتخبن الوطني كان فيه انفعوضات جارية مع مستر كيروش ان هو يستمر في المهمة وكان بياخد مبلغ كبير جدا واكيد مستر كيروش هيقبط بالدولارات اعتقد ان تصريح يعني هل تسمحني ممكن اقول ان هي كتحجة بس وقتية في الوقت ده علشان يعني نقلب الصفحة بالفعل هو القصوة الجمال العلام المبرر علشان هو ما كانش عنده مبرر فني للتعاقد مع الكابتن اهاب جلال او عنده خطة او التعاقد اذا ما قلت حريك معاه جيب سرعة ما كانش فيه تخطيط فبالتالي جاب حجة الدولارات او قال لك ان أنا ما عندش دولارات في اتحاد الكورة علشان كده تعاقدت مع مدرب وطني وهو مدرب وطني بمليون ومئة ألف جنيه فما اعتقدش ان المبلغ ده لما يتحول بالدولار هيبقى مبلغ بسيط لا فيه مدربين في نفس القيمة التسويقية تقريبا بالدولار ويقدروا يخدم الكورة المصرية وزا ما عليك سمعت النهار ده او زا ما عليك بعد نخش على القرارات بنتكلم فيه نتكلم النهار ده فيه 3 او 4 خبراء اجانب سيتم التعاقد معهم من فترة جاية والحقيقة القرار كله اجنبي 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 يعني فني مدرب حتى التحكيم يعني كله اجنبي ده مظبوط كل حاجة بقيت اجنبي كل حاجة فعلا مدير فني علامي المنتخبنا الوطني مدير فني اجنبي للإستحاد مدير فني المنتخب الالومبي خبير تحكيم اجنبي لتطوير منظومة التحكيم انا شايف ان الازمة فقط كلها في اه ضمان نقدم قال إن أنا جيب مدير فن أجنبي أو خبير أجنبي واضمن منه إن هو قادر على التطوير لازم يبقى فيه مصرحة ومكشفة مع الجمهور المصري ونتلع نعلن زي ما الدول كلها اللي تقدمت في كورة القدم وسابقتنا في كورة القدم أعلنت عن خطة زمنية جدول زمن محدد يعني مرة واحدة بقى نشوف الاتحاد بيعمل منظومة بجد يعني نشوف واحد اتنين تلاتة منظومة علمية الكورة بتدار في العالم بشكل علمي يعني ما فيش كده لهو الحاجات اللي كنا بنشوفها اللي هي بالبركة ونسينا جواب نبعاته وجواب بتفهم غلط وملعب يعني القصص اللي كنا عايشين فيها الكواليس الكواليس يعني كابتن هاني كده الكواليس بتقول إنه احتمال يكون في عودة الكيروش ده بالنسبة كبيرة أنا أقول لحضرتك إن من بعد الهزيمة بأسيوبيا بعد هزيمة بساءات قليلة تم التواصل مع مستر كيروش وعن طريق كابتن حازم إمام وتحدثوا بالفعل عن العودة مرة تانية للمنتخب خصوصا إنه كيروش حقق نجاح بالعناصر اللي كانت موجودة قدر يوصل للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية قدر وخسرنا بضرابات الجزاء لعب المباراة الفاصلة أمام منتخب السنغال وخسرنا برضو بضرابات الجزاء رغم المعوقات والمضايقات اللي تعرضنا لها في المباراة الإياب في السنغال هناك فشايفين إنه كيروش راجل عنده مشروع راجل كان يجري التعامل مع الإعلام يجري التعامل مع الجمهور المصري يعني الكواليس اللي بقولك عليها دي فيها شيء من الصحة وهل هو طلب إنه يتعامل فقط مع كابتن حازم إمام هو تعرض دواء المرأة المفاتت في الفترة الأولى كان شايف إنه فيه تحامل عليه من قبل الإستاذ جمال علام وكان شايف إنه فيه تربص بيه وكان يتكلم مع الكابتن ويا الجمعة وتكلم مع أفضل من حد من المسؤولين في اتحاد القرى بعيدا عن الإستاذ جمال علام وقال لك أنا حاس إنه فيه تربص بيه حاس إن الناس دي عايزة تغيرني في الأزمة قصود الشبكي إن كل واحد بييجي أشياء إحنا مش شغالين على خطة فكل مسؤول بييجي طبعا إحنا شغالين على إيه؟ إحنا عاديين على المصطبة يعني فإحنا لازم نسيب المصطبة ونروح للفصل العلمي ونحط بقى ورق وعى الصبورة ونكتب ونقلل الكلام ونقلل الهتئات ونعلن رسمي للجمهور لأنه أعتقد الجمهور هو الأساس في كرة القدم يعني الجمهور كان غاضب غضب شديد والجمهور هو الأساس فبتمنى إنه تكون كل هذه الخطط زي ما أنت قلت معلنة منفزة بجداول زمنية يعني بأشياء علمية وتبقى معلنة بشكل كبير أمام الجمهور بدل ما نفضل منتظرين كل الأشياء دي السؤالي الأخير ليك بقى كابتن هاني عبدالصبور الحد حيشهد مباراة بين القمة أهلي وزمالك هل النهاردة خروج اتحاد الكورة والدنيا تهدى شوية في موضوع منتخب مصر هيهدي شوية والناس بقى الأعين هتروح بقى للمباراة بين الأهلي والزمالك طبعا أكيد حتى لو الدنيا ما هجيتش النهاردة والتحاد الكورة ما كانش أعلن عن هذه القرارات خلاص يوكي الأهلي والزمالك بيلعبوا خلاص كل المصريين بيتابعوا مباراة القمة زي ما عليك عارفة بتقريبا البلد نصين نص أهلي ونص دمالك فكله خلاص عينه على القمة القمة السنادي جاية في ظروف صعبة جدا كلا الجمهورين مع زائم المنتخب المصري ناقم على اللعبة اللي موجودة سواء اللعبة الدولية في الأهلي أو في الزمالك ما فيش سبرت أو ما فيش تشجيع بشكل كبير زي ما كان بيحصل في مباريات سابقة كابتن سامي ومصان هيكود المهمة الفنية بشكل مؤقت للنادي الأهلي في مباريات القمة وده اختبار صعب كبير جدا عليه في ظل عدد من الغيابات اللي موجودة وفي ظل تغيير الفنية ورحيل مسماني في المعسكر الآخر في الزمالك بيارة عنده عدد كبير جدا من المشاكل لعيبة مجددات شعودها لعيبة غايبة في إصابات فأعتقد أن المباراة فرصة فرصة قدام اللعيبة أنها تصالح كل لعيد منه من صالح جمهور نجيه من صالح الجمهور المصري ويظهر بمستوى مشرف مستوى يليق بصمعة الكرة المصرية اللي بقت فخطورة على أرجل أولئي اللاعبين لازم يبدله كل غالي وكل نفيذ لإسعاد الشعب المصري وإسعاد الجمهور في كل الكرئين سواء في الأهل أو في الجمهور أكيد أنا بشكرك جدا النقد الرياضي هاني عبدالصبور بشكرك شكرا جزيلا وده هو الموقف اللي موجود عند اتحاد الكرة وأنا بتمنى بصراحة وأكيد حضراتكم الحقيقي منظومة الكرة المصرية كلها أندية والتحاد كرة ومنتخب وأندية قمة وأندية لكل الأندية اللي موجودة محتاجة بجد يكون فيها جدية يكون فيها متابعة يكون فيها عين ودور للدولة قوية علشان تنتظم هذه المنظومة اللي كل المصريين اللي حقيقة بيحبوها لما تنتظم الدنيا هتهدى كتير والدنيا هتتغير ونقدر نقدم طاقة إيجابية لكل الجمهور فاصل قصير وحنواصل مع حضراتكم عندي فقرات كثيرة وعندي الحقيقة النهاردة فقرات بإذن الله تمتعكم هقولكم عليها بعد أن تعودوا إلينا من الفاصل تفضل ومنين بييجي الشجن من اختلاف الزمن ومنين بييجي الهوى من اختلاف الهوى أحلى الكلمات لأحلى صوت كان بيغنيها صوت محمد الحلو محمد الحلو هو اللي عرفنا على الغنة الحلو في التتريات هو اللي عرفنا على الغنة الحلو في أغاني كتير خدنا فيها خدنا مع الليل ومع النهار ومع الليل يعين يعني مهما اتكلمت ولا مهما اتayer عن غنة الحلو يعني هحتاج الحقيقة يوم كامل كده في التاسعة أتكلم عن محمد الحلو وأتكلم عن غونة الحلو وأعيش مع ليالي الحلو الفنان محمد الحلو بيخضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصاباته بجلطات في سقيه محمد الحلو الحقيقة صوت مصري جميل ويصعب علينا أن احنا نشوفه متقلم شوية على قد ما أسعدنا على قد ما حسينا أن احنا كمان لازم نكلمه ونتطمن عليه وعلى فنه وعلى صوته الفنان الكبير محمد الحلو مساء الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك يعني صوتك زي الفل وأنا سعيد أن أنا أسمع صوتك دلوقتي تمن عليك الحمد لله يعني هي شوية انسياد كده في الشرايين شرايين للساقين يعني فمحتاجين عملية إن شاء الله هعملها يوم الحد إن شاء الله بإذن الله يعني فيها بقى دعمات وفيها تسليك والحاجات دي يعني بإذن الله وربنا يقومني يعني بدعوتكم بإذن الله أكيد حيقومك أكيد يعني أنت عارف غلوتك عندنا عاملة إزاي وغناك الحلوة اللي زي ما نقول إيه عمر الأذن المصرية بغنا كتير جميل إن شاء الله نتمن عليك يوم الحد وأنا شخصية أحب بقى موجودة بقى ونغني معاك لازم لما نتمن عليك نيجي ونغني معاك إن شاء الله إن شاء الله شرفيني طبعا يعني أنا سعيدة أولا أن صوتك كله طقة إيجابية إحنا أصدقاء من زمان طبعا 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 يعني وما ينفعش لما صوتك بييجي في أي أغنية أو في أي حاجة بحس إنه هي دي مصر هي دي الأصوات هي دي الأصوات كده اللي بتعمل انتعاش يعني إن شاء الله تعدي المحنة دي سريعا ونسمع غنى حلوة معاك أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه بس من خلال برنامج حضرتك عايز أقول إن وزارة الصحة كلموني على أساس إن تدخل سريع جدا منهم بس أنا بصراحة يعني أنا يعني متفق مع دكتور كبير جدا ومش عارف أعمل إيه بصراحة إنما بشكرهم على أي حاجة أنا فهم قصدك يعني أنت يعني عملت كل اتفاقاتك مع دكتور خارج وزارة الصحة وزارة الصحة كمان بتبادر وموجودة معاك يعني طبعا طبعا يعني أعتقد أن دي أقل حاجة يعني صوت محمد الحلوة اللي غنى لمصر كل الأغاني الحلوة أقل حاجة إن كلنا نبقى موجودين والدولة من خلال وزارة الصحة تبقى كمان موجودة معاك طبعا متشاكر جدا 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 وعايزة أبلغك أمانة دلوقتي صدى أشعر الهويس هشام الجخ قاعد معايا ويسلم على حضرتك جدا طبعا طبعا يعني يعني هشام الجخ قاعد معاك ومحمد الحلوة ده إحنا كده بنحضر حاجة حلوة إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني كده لازم نغني بقى عراف ولا حاجة كده زي الأجواء الحلوة طب أنت شفت السوشال ميديا يعني من الأمس الناس كلها بتدعي لك قد إيه؟ هقولك حاجة أنا ده أسعدني بشكل نساني الوجع حب الناس ده للأمانة طبعا طبعا يعني أكيد أكيد وحب الناس يعني من كل الأعمال أنا ما فيش حد الحياة شايفان نهارده على السوشال ميديا من أحبائك ومن الجمهور العادي ومن الفنانين الكل حطت صورتك والكل الحياة بيدعي لك وإن شاء الله هنعدي معاك يعني الوعكة الصحية دي بسلام وأمان ونرجع تاني نحييها لأن إحنا محتاجين صوتك الحقيقة في الغنى الحلوة الجميل بتاع الحلوة كله يعني أهلا وسهلا بيكي أهلا وسهلا أنا بشكرك واسمح لنا أكيد هنا في التاسعة هنتابع معاك يوم الحد إن شاء الله زميلنا يوسف الحسيني أكيد هيتابع معاك ونتطمن كمان عليك ونتطمن طول الوقت التاسعة هو بيت الفنانين المصريين وهنا بقى حيث كل تترات اللي أنت غنيت فيها في التلفزيون المصري يعني أكيد ده بيتك ودايما لازم نطمن عليك متشاكر جدا 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 تحياتنا لإنشاء الجح سلميلي على يسف الحسيني أكيد 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 هو حيعود الاتصال بيك واتطمن عليك إن شاء الله الإسبوع الجاي بإذن الله الفنان الكبير محمد الحلو أنا بشكرك ولسه بقول يعني كل غناك موجود وكل غناك الفن الجميل دايما هو عنوان صاحبه طول الوقت أتمنى لك إن شاء الله تعدي الوعكة الصحية ونرجع كده في حالة غنا مصر فيها كنوز يعني فنانين مصر دول صدقوني كنوز ورموز يعني لما تعد تشوف كل فنان قدم إيه وحتلاقي الوقت اللي ميشي فيه الفنان تقدر تعرف تاريخ مصر كان فين لما حتكلم دلوقتي عن الزعيم عاد الإمام لو أنت كده مشيت المشوار مع عاد الإمام أنت في خلال المشوار بتشوف الحقب والفترات الفنية اللي مرت عليك يا مصر بتشوف كم الأعمال اللي اتعملت بتشوف كم الندوج اللي حصل بتشوف مشوار عاد الإمام المشوار الصعب عاد الإمام مشواره ما كانش سهل أبدا يعني بدأ الطريق وهو مثل وزعيم لأي موهبة لأنه الطريق كان واحدة واحدة والطريق كان مليان فن كان مليان يعني فترات حلوة فترات صعبة ندوج وطنية يعني صراخات أمام أي حد بيحاول يغتصب هوية البلد أعمال وطنية كتيرة تلفزيونية وسينمائية يعني ده غير الكوميديا عاد الإمام مجرد ظهوره بس على الشاشة بتبقى أنت في حالة انبساط عاد الإمام بالنسبة للدولنا العربية سفير سفير حقيقي سفير لازم لما تشوف عاد الإمام تعرف إنك هتتكلم عن مصر لما تكون في أي دولة عربية يقولولك إيه وأخبار عاد الإمام إيه سلم لنا على عاد الإمام فإحنا النهاردة بنتطمن على الزعين والفنان والرمز الكبير بتاعنا عاد الإمام شائعات بيخة وسخيفة بتطلع في مواقع كتير ويا ما بن نادي على هذه المواقع إنه لازم بجد تتوقف لأن هي ما عندهاش غير إنها تاخد رموز كبيرة جدا في مصر وبس شائعات علشان المواقع دي تشتهر وتعمل مشاهدات فللأسف هي يعني بتعمل بلبلة وبتعمل ديء كبير جدا خلينا نتطمن على فنانا الكبير عاد الإمام من المنتج والفنان عصام إمام مساء الخير يا فند إزاك يا أستاذ وإزاك حضرتك الحمد لله طمننا بقى على فنانا والزعيم الكبير عاد الإمام والله الحمد لله يعني تحالة صحية جيدة وبيعيش أيام كويتة مع أسرته ومع عفاده ويعني أنا بس يعني مش عارس يعني أنا لي الموضوع زيادة عن الزلوم كده كل شوير صحيح يا أستاذ شافتي ما بنوعدش الوقت يمكن ثلاثة أسابيع أو شهر لما يحصل حدوتها دي حقيقة والحاول يا جماعة ده في المستشفى ده في حالة صعبة يعني عاد الإمام يا أستاذها شافتي لو دخل المستشفى مش مصر بس لها تعرف لعالم كله هيعرف ده أكيد وإحنا ليه هنخبي يعني الحمد لله ربنا مديره الصحة طبعا ومديره حياة كتير وأمها حب الناس ربنا مديره حب الناس يعني أنا مش عارس ليه والحقيقة يعني شيء غير طبيعي أنا معاك وشيء سخيف الحقيقة والأسخف كمان أنه تلاقي ناس كتير بقى بتشير أو بتعلق بيعني وكأنه خبر حقيقي الناس لا تتحرد دقة أبدا ولا بتشوف إذا كان الخبر ده حقيقي وعلشان كده إحنا بنبقى حرصين هنا جدا في التاسعة إن إحنا على طول نوقف هذه الشائعات السخيفة طيب خلينا بعيد يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة جالي كليفون من فترة بسيطة كده قالوا لي هو بيك الفنان عاد الإمام بيتحرق طب ليها جماعة كده بيتحرق ليه فلما لما سألتوا بتاعك كان في حريقة في مدر خشب قبل بيت عادي بعشرة كيلو أيوة يعني حضرتك لو قريتي مثلا في حريقة خلاص حريقة خلاص حريقة بتحصل في أي حاجة تمام إنما لما تعرفت إنها بجوار منزل عاد الإمام أو بجوار البيب بتاع عاد الإمام لازم أسخشي وتشوفي وتبحثي وكده فالطبع إن حاجة ما ترند وترند يعني يعني فلوس طب يا جماعة ليه ليه أعمى وترند بقت على حساب أي حاجة يعني على حساب أي حاجة عظيمة وإحنا مش حاسين إن إحنا كده بنكسر في نفسنا يعني عاد الإمام يعني رمز مصري كبير جدا فإحنا كأننا بنكسر طيب بعيد عن الشائعات طميني أولا على حالة الفنان الجميلة هل هو بيبص على السوشال ميديا ولا أنتم يعني بتبعدوا عنه والله هو يعني تابع مرة مرتين كده وبعدين بعد كده خلاص يعني لغاية لما أخر مرة أحفاده دخلوا عليه وطبطبه وعياته قال لما يا حبيب أنا هو قويس وتمام التمام وكده يعني يعني ده كان يعني يعني أصفتني شوية وقال لك خلاص بقى ما لمجعش جماعة أنا خلاص يعني وشائعات لا تنطف طيب خلاص ماشي فحتى بالنسبة لنا يعني أنا رديت النهاردة أنا رديت النهاردة عشان أعرفت إن أنا هتكلم مع حضرتك يعني فقلت يعني طيب إنما خلاص أنا رديت وقلت طيب يا جماعة صحيح وإنت حضرتك دلوقتي بترد في ممبر يعني أساسي التلفزيون المصري فهو خبر مؤكد من عائلة الفنان عادل إمام أولا طمني على يومه الجميل طمني على عاداته يعني هو دلوقتي بيلعب بقى مع أحفاده بيعمل إيه الصيف أخباره إيه بالنسبة له خلينا في الحاجات الحلوة بيلعب مع أحفاده بيستخبى منهم ويخدوهم يعني مبسوط يعني هو يعني في حياة طبيعية حياة صغيرة أكيد أكيد وبعدين إحنا عندنا مشروع إن شاء الله يكون مشروع جميل عندنا حاجة اسمها الودو أبو ساطر أعجبني كده الودو أبو أبو بقى عادل إمام والود مين والود محمد إمام أه فمحمد إمام وعادل إمام الودو أبو إخراج رامي وإخراج رامي وإنتاج ده مسلسل لا ده فيلم فيلم عائلي جد فيلم عائلي الودو أبو يعني خلينا نقول ده حصريا دلوقتي على التاسعة وانفراد يعني قلته قبل كده حضرتك الودو أبو أنا قلته الحقيقة بس أنا بكرره تاني تمام علشان برضو حضرتك يوصلك الموضوع الموضوع أسر كده جميل هيبقى الأب إزاي والإبن إزاي ويبقى لغة الحوار اللانجوش اللي موجودة في القصة صراع الأجيال بقى مثلا آه بالزبط كده وموضوع حلو يعني 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 أنا شامي بريحة حلوة كده في الموضوع أكيد هيتصور إمتى ده أستاذها صام إن شاء الله بس محمد بيخلص في المجريد اللي هو بتاع العيد اللي قادم ده وهنبدأ بقى نقعد إنت عارفة هو إحنا عندنا سطر يعني يعني السطر ده مهم يعني يعني مثلا أنا لما عملت الإرهاب وكباب كان بيقول إن فيه واحد راح نحاول ولاده من مدرسة بعيدة من مدرسة جانب البيت قالوله راح مجمع التحليل راح مجمع التحليل ما خارجش من مجمع التحليل ده السطر اللي أنا عملت منه الإرهاب وكباب فإحنا عندنا السطر دلوقتي اسمه الودو أبو صحيح الودو أبو وخلينا إحنا برضو يعني إيه يعني جمهور الودو أبو نبقى نيجي بالكاميرا كده ونقعد مع الودو أبو ونبقى إحنا الجمهور يعني إن شاء الله نتابع دايما ودايما نتطمن على الزعيم عاد الإمام وإن شاء الله يبقى فيه دايما بس الأخبار الفنية هي اللي بنسمعها واللي بنتطمن عليه ودايما ربنا يدي له الصحة وطولة العمر ويمتع الجمهور أنا بشكرك شكرا جزيلا باسم عائلة عاد الإمام المنتج عصام إمام يكذب هذه الشائعات السخيفة هتفضل الشائعات دايما موجودة طيب في حد يقول أنتوا عارفين الشائعات دي حلها إيه مش هقول التجاهل لأنه بقى كلام فارغ لأنه بقى فيه ناس قعدة كده على السوشيال ميديا وكأنه حقيقي إدمان وإدمان والناس لا تتحرع يعني حتى ما بيشوفوش العنوان ما بيشوفش أنت لازم تتأكد من المنبر اللي كاتب الإشاعة والموقع اللي كاتب الإشاعة لأنه فيه مواقع فاضية يعني حتى الصوت اللي بيتكلم في المواقع الصوت بتلاقيه وكأنه حد أي كلام يعني ما فيش أي حاجة أي حد بيقول أي حاجة فما تضيعش وقتك في الحاجات دي لأن هي في النهاية بتطلع كاذبة وإنت بتأكد على وجودها وبتديها فكرة الترند وبتعلي المشاهدات بتاعتها بمجرد بس أنه هو يحط خبر مهم عشان حضرتك تدخل ويبقى هو على المشاهدة على حساب كل حاجة حلوة في حياتنا بعد الفاصل عندي لقاء العقيقة أنا منتظرة لقاء حلوة مع فنانة مصرية فنانة يعني قدمت حاجات كتير فنانة بدأت المشوار وطلعت السلم ووقفت وغيرت وجودت وعندها القدرة أنها تجود وأنها تفاجأك وأنها تقدم أدوار ما أنتش عارف هي هتعمل إيه كل شوية فنانة قدرت تخبط على البيوت المصرية تخبط مرة كأم وتخبط مرة كجدة وتخبط مرة كطبيبة تخبط مرة كأخت وتخبط مرة كحالة وطنية حلوة الفنانة اسمها وفاق عامر وفاق عامر النهاردة هيكون ليا أسئلة كتيرة عندها آخر حاجة قدمتها على الشاشة في رمضان كان لها عملين من رجعين لهوا يسرية لهلالة في جزيرة غمام اللي اتنين مختلفين تماما مين اللي انتصر على وفاق عامر فيهم ده اللي هعرفه أنا شخصيا حاسة أن هلالة هي اللي هدت يسرية حنسوف مين كان ليه الأثر الفنانة الجميلة وفاق عامر في اضافة التاسعة بعد فاصل قصير عودوا إليه وفاق عامر يعني أدوار كتيرة مراحل حلوة من بنت الجميلة البسيطة لبنت البلد للدكتورة للأستاذة للوزيرة للسعادية للأم يعني بجد نقول إيه؟ خلينا نبدأ من رمضان وراجعين يا هوا راجعين نستقبل وفاق عامر مساء الفل يا وفاق مساء الخير عليكي وعلى السيدة المشاهدين وحشتي التلفزيون التلفزيون وحشنا وحيفضل في قلوبنا وصح الفضل علينا وعشان كده أنا جيت عملت إيه هنا في ستوديو عشر؟ عملت هنا كنت بقى في طابور عشان المخرجين يختاروني هنا في ستوديو عشر؟ عندي حنين غير طبيعي للتلفزيون تلفزيون ده حيفضل المادة اللي بتدخل كل بيت بسيط اللي بتدخل القلب كل حد بيدور على حقيقة التلفزيون المصري لحد دلوقتي القناة الأولى القناة الثانية عندي الفضائية المصرية التلفزيون المصري وانا عايزة أكد لكم انه حقيقي لما اتكلمنا أنا ووفاق بقالنا فترة بس عشان أعمال رمضان قالت لي والله أنا جاية جاية بس أخلص كل اللي عندي وما قدرش تأخر عن تلفزيون المصري بصي أنا فرحانة ان انت بتعملي البرنامج ده وفرحانة ان في نجوم زيك وزي غيرك موجودين معاكي في نفس القناة محافظين على قوام القناة الأولى أكيد القناة الأولى هي احنا وإحنا صغيرين كان بسرعة افتحوا القناة الأولى المسلسل بتاع تمانية بسرعة القناة الأولى عشان نشر التسعة طبعا بسرعة القناة الأولى أيوة انت قاعدة في نشر التسعة هي انت قاعدة فعلا في القناة الأولى كلها مسبيرو جمال مسبيرو أنا تمان يعني كده وأنا طبعا تاريخك شايفا وعايشين معاك احنا يعني نفس المرحلة أصلا لكن نسيت انك كنت في الفوزير يعني عملتي في الفوزير حاجت كتير كنت ليه فيه قوضة ده أيوة أنا كنت بنام على الكرسي عشان مستنى يدخل لعمل الشوت أه وشقاوة وغنى وضحك ورأس وفاق مشوارك كان طويل يعني انت من المعهد وانت من قبل المعهد من قبل المعهد وانت بتحلمي هتعملي بحلم كنت شايفة الطريق أعمل إزاي كنت شايفة الطريق سهل وكنت شايفة الطريق إن أنا هاوصل بسرعة وكنت شايفة الطريق إن أنا هتشهر بسرعة وحعمل أدوار بسرعة كنت شايفة نفسي إن أنا يعني أنا أنا وفاق يعني طبعاً الكلام ده كل مشوار مجهد ومتعب و والتعب له طعم النجاح بعده طبعاً انت إذا إحنا عندنا دايماً مشكلة في مصر بشكل عام ما عندناش فكرة صناعة نجم يعني اللي هو نهتم بيه ونصنعه ونتبعه ونغير فدايماً النجوم اللي بتبذل مجود هي اللي بتصنع نفسها فوفاق عامر أنت اللي صناعتي نفسك إزاي قدرتي تغيري يعني من الفوزير بقيتي وفاق عامر في حتى تاني خالص يعني من بنت البسيطة خلينا نقول من دور بيتقال عليكم برس أنا أنت مكسوفة تقولي لكن أنا بفخر بتاريخي أن أنا جيت عملت مشهد ومشهدين وثلاث مشاهد ده مش عهيب لا طبعاً ده نجاح ده أنا بحس أنه وسام على صدري أن أنا يعني قد كده تعبت قد كده مشيت بالراحة قد كده عملت مشهد اثنين تلاتة لحد ما وصلت أني بعمل بطولة وممكن أشارك في بطولة بالعكس ده طعمه جميل جداً جداً لما يدخل شهر رمضان ونحضر للأعمال ويبقى المخرجين مش لقين ماينفعش غير وفاق عامر تيجي في رجعين يا هوى حتى لو هتزعف رمضان وتبقى موجودة في جزيرة غمام والتنين مهمين وبيت الشدة وبيت الشدة فده بتسميه نجاح وبتسميه إيه يعني المخرجين النهاردة شايفينك فين أولاً هو حب أنا ما عنديش مشكلة مع زميل أو زميلة والحمد لله رب العالمين يعني أنا لما بشتعل مع شركة بيرجعوا تاني يجيبوني مرة واثنين وثلاثة بتبقى كل حاجة محسوبة من البداية بالورقة والألم نادراً ما بيحصل لي دروب بيزعلني بس بيعلمني أني ما غلطش تاني زميل عشرة عمر محترمين جداً اشتغلت معهم السنة دي كنت محظوظة جداً أتمنى أن ربنا يمن علي بالحظ ده كمان في السنيني اللي جاية لو ربنا كتاب لي عمر أدوار كنت بحس بإني أخينا لو قلت لأ أخيانة أخيانة للمهنة اللي أنا حبتها المهنة اللي أنا قدتها من عمري المهنة اللي أنا كنت حاسة إنها متعة بالنسبالي واستمتاع مجرد التنقل من شخصية لشخصية لشخصية أدوار كانت صاحبة هدف ومغزة ومعنى وبتؤدي أو بتؤدي لرسالة فكنت حب أزعلانة لو سبت قرتي مين الأول إيه اللي جي الأول في التلاتة خلينا نكلم على رمضان بتشد بتشد وأنا بطلة في بيت الشد طبعاً يعني أنا كان ده بطولتي وبطولة مطلقة وكان مسلسل بيعبر البسطة حيشوفوه إنه هو بيتكلم عن الأعمال وكده لكن المثقفين طبقتين المثقفين اللي شوية قريين حيعرفوا إنه إحنا العالم كله كله بيدار وكان فيه رعب مساحة رعب أه كان فيه مساحة رعب أول مرة تلعبي السكة دي أنت جريئة يا وفاق بتحبي الجرأة بتحبي تغمر أنا بلاقي إنه أنت في السنوات الأخيرة ما هو الفنان أصله عجينة من المغامرة حقيقة فحسة إنه أنت لا فرصة أعمل أنا عايزة أعمل ده يعني ما عملتوش قبل كده آه ما كنتش بتخافي آه كنت أحياناً بتحصل لي حاجات عكوسات فضيعة جداً في المسلسل ده بالزيت لأنهم كانوا كاتبين شوية تلاصم على الحيطة وطلب مني إن أنا مقرهاش ومن باب الفضول قريتها آه فكان كنت تقول شوية لا أنا كنت تقول شوية كيفي على وش يعني يجبوني من على الأرض فائقة مش يغم عليها سحر معرفش هو اللي كتبهم كان متخصص يبدو زياد عن اللزوم فأنا حتى كل ما بتفرج على الحكاية ده أنت خايفة وإنت قادة بتتفرجي بعد ما عملت آه لأنا ساعات بابقى مش عارفة أنا عملت كده زي لما بفتكر المشهد وإنت بقى الواحدك يعني عملت ده كنت بتحسي بإيه حتى أنت أنا ببقى إيه ملاحك متغيرك كمان هنا آه يعني هوا بقى يعني وكان عندك الاثنين يعني أنا هقولك على حاجة مكالمة محمد سلامة محمد سلامة المخرج آه يعني من الناس اللي هما يعني بيتشعبط في أي حاجة توديه في سكة نجاح مخرج شاطر وصبور على الممثل لحد ما يوصله اللي هو عاوزه أذكر مرة من المرات قاعد يتكلم معي ساعة التليفون قطع كلمني بعدها ساعة علشان تبقي موجودة في العمل حبيته حبيت الشغل معي من قبل ما اشتغل إيه اللي بيميزه بالنسبة لك أنت كاوفاق عمر هو هو مخرج شاطر بيقرأ إبداع والصورة عنده حلوة قوي آه قوي بيقرأ إبداعي عارفة يعني من أنت بيقرأ الإبداع مش أنا بس عارفة أنت جواكي إيه ويقدر إزاي يحطه في البرواز ويوصله لك عشان يوديكي في السكة الصحة طيب لما قريتي بقى يسرية لأن يسرية بقين عايزة أقول إيه بالعبق بتاع أسامة أنور عكاشة وبعدين معاكي بقى يعني برضو إيه المسلسل ده كان فيه كان بيفكرنا كده بالحلمية على يعني الريح على أبو العيلة البشري على الأغنية نفسها يا شبكي إسمعي الأغنية حنيت للبيت والحضن للبيت إسمعها كده قلبي يدق وحسن دموعي هتنزل طيب هقولك على حاجة التليفزيون المصري وأعماله العظيمة وعمار يا اسكندرية حد يقدرين لا طبعا ويشط اسكندرية طبعا اللي عملناه هنا برضو تقدري تسمعي شط اسكندرية من محمد سروت وعنيكي ما تدمعش بالحنين وكنا لسه بنكلم محمد الحلو والأيالي الحلمية طب بنا يديله الصحة بنا يديله الصحة بنا يديله الصحة طبعا وإحنا محمد الحلو من الأصوات المهمة جدا في مصر طبعا أنا بتمنع له الشفاء إن شاء الله بإذن الله يسرية بقى أنا عايزة كده أحط يسرية وحط وفاق عامر وعايزة أعرف مين يعني أنتي ويسرية قريبين من بعض في إيه وبعد عن بعض في إيه أولا يسرية ما بتفكش الخط أنا تعليم عالي طبعا يسرية ما بتفكرش يعني هو كان المخرج وهو بيشرح لي هو محمد سليمان عبد الملك يعني بيقولولي إنها اللي تحس بي تقوله ليجي على بلها أنا مش كده أنا لازم أفكر وأرتب وأشوف داي ينفع ولا ما ينفعش الناس العقلة كده يفكروا الأول ويستخدموا الدماغ وبعدين اللسان وإلا الدنيا بتغرق لازم ناخد بالنا جدا من الحديث المشاهد بتاعت المطبخ كان فيها من وفاة دي مني أنا أهو دي مني كنتي عارف أكيد من المطبخ اللي أرحمه كان بكيلي أه طبعا يعني كنت دايما أستاذ ممدوح ربنا يرحمه يا رب ويعني بجد يعني روحوا حاضرة معينا لأن المبنى ده هو كان مبدع واتعمل هو كان بطل وأنا كنت بعمل دور صغير في ليالي الحلمية في حاجات كتير جدا كان دايما هو يدبح وأنا أطبخ في البيت يعني هو كان خير جدا جدا فده كنت دايما أكلهم في التصوير فأكيد حكيالك أكيد حكيالي وكان بيحبوا قوي أنتوا الاتنين عشان بتقدموا خير راجل هو كان راجل خير أساسا يعني اللي محدش كويس إن الموضوع يتفتح اللي محد إحنا كنا بنتبارع أنا الأستاذ أنا دايما كنت برغم أن ما كانش فرق سن فيديو بس كبير دايما أقول الأستاذ لأن هو كمان راجل أيوة يعني مرة مثلا حد دايقني في التصوير يعني برضو لازم أحكي الموقف ده في حضرة وجودك وملايكته حضرة مش عايزة أقولك ساب التصوير ومشي وحماني يعني عارفة زي ما فكرة حاجة حد زعق لي يعني مش حد دايقني مدايقة بيخة أو كده لأ حد علّى صوته علي وشاف نفسه قوي ويحس لما بيبقى عمل وهو يعني مسؤول عنه أن الناس في حمايته حقيقة أنا حنفى دور المزيعة وبقى حكي معي كتير لازم لازم طيب أنا حرجع تاني اليسرية وبساطتها ولزازتها ودحكاها وعلاقتك بالولاد أيوة يعني العلاقة ما بينك وبين الولاد فيها علاقة بينك وبين ابنك فيها شبه؟ آآ فيها شبه مين أكتر واحد كنت بتقولي نفس الكلام في البيت وتقوليه في المسلسل؟ نور 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 ابني في المسلسل عمر محمد فوزي وعمر محمد فوزي في البيت الاتنين مغلبينك يعني كان نفس الاحساس أيوة والاتنين مؤدبين كده يعني يا عمر حتى لما بيتفرج على نور يقضي بسري ويدحك لأنه حاسس إن كأن المؤلف عايش معنا في البيت بجد يقوليكيش الحميبة أما كفى أنت يعني بطلع عيني في البيت؟ لأ هو بيقولي عشان تشوفي ردود الأفعال من الشارع أنا ما بحكيش آآ شوفي بيقولولك إيه؟ حيوة بيغير عمر لو يبقى فيه ولاد أنت أم ولاد ولا بيعتبر أنت فنانة؟ لأ خالص عمر بيجيب لي ولاد أبقى أمهم آآ يعني أنا عندي صحاب عمر وأكيد بنتك بتعمل كده وده جميل إنك تبقي أم عندك احتواء للولاد أصحاب ابني يعني صحيح مامات أصحاب عمر ساعات يبعتهم وعند يعود أكيد العلاقة بينك وبين أنوشكا ما هي برضو علاقة يعني عارفة باكيزة وزغلول يعني رايا وسكي يعني كان في علاقة كده كواليسكو كتعاملة إزاي؟ أنوشكا أنا بحبها جدا وشخصية كده سهلة وطفلة طفلة كبيرة أنوشكا أنا أحبها جدا وهي تحبني ودايما نتكلم مع بعض من فترة للتانية وساعات مثلا أنا بقى ماضي عمل وأنوشكا تيجي نكمل واشتغلت معها زمان كان بطل علي أنوشكا علاقة في أحد الأفلام بتاعت المبنى العظيم ده أنوشكا لما كنا بنشتغل مع بعض لازم تخبط عليها بيساعدك ده؟ جدا لا بيساعدك إنك يعني إيه؟ تقولي نفسك أيوة يا وفاق شوفي كنتي إزاي وصلت دلوقتي قدام اللي كانوا أبطال عليك رحلتي أيوة ومش عيب على الفكرة لا مش عيب طبعا طبعا يعني بفخر بدا أن أنا دلوقتي وقفة في مكانة جنب زملائي بعد رحلة تعب وكفاح فيش حاجة بتيجي بالسهل لازم نفضل نتعب طول ما إحنا ربنا قال وقل عمله صحا ما قالش وقل تريح سمالت كمان إنو خالد النبوي أصر على إنك تبقى موجودة طبعا وده يعني شرف لي وقال لو إنت ما وفقتيش هيكلمني هيكلمني بنفسه أيوة ما سألوة خليتوش كلمني إن ريحته لأن العمل يستحق بجد إن إحنا كنا نشتغل فيه ونحط قدنا في قدين بعض شركة كمان مهمة زي أرومة الحقيقة كانت مصرة برضو على وجودي وأنا كنت اشتغلت وكنت ساحبت تجربة معاهم قبل كده حاجة نكحة جدا في إلا أنا أول موضوع أيوة فقررتي إن إنتي هتخلي رجعيني يا حول حارفة بيبقى فيه ناس والشهاحة حلوة عليك كده أيوة طبعا هو كواليس العمل والروح كان مش عارفة أسرة ولاية على رمضان حقيقة أوه يعني حسينا كده إن إحنا معاكم يعني في البيت أنا كنت حاسة إن الجمهور معنا جواه الشاشة حقيقة وهو الناس بتحب الفنان اللي يروح لهم لحد عنده نحن بالروح صحيح هرجع كلمك تاني هنشوف كده هناخد فاصل قصير وهعرف أصل وفاق عامر يعني جريئة ما بيهمهاش أدخل أصور مع محمد رمضان أدخل أصور مع محمد رمضان أروح أصور مع جيل تاني أصور مع جيل تاني أرجع في بطولة جماعية أرجع أروح بطولة أروح هو ده الفنان أو هو ده الممثل وهو وفاق عامر ممثلة مع فنانة وفاق عامر فاصل قصير ونستكمل معاكم انتظروا عشان نعرف حكاية هلالة وصلت لفين أعرف يا وفاق أنا حسيت أن للحظة أن أنشكة تعبت بجد منك يعني يعني بجد يعني مش ملحقة عليك يعني كواليس المشهد ده كت عاملة ازاي؟ هي كواليسنا كلها أنا وأنشكة كانت حلوة ومريحة ولطيفة يعني يا أبوثي كان عندنا مخرج قائد برغم سنه صغير تلاتين سنة شاب صغير بس قائد يعني بالبصة وقت ما يحب هنشتغل خلاص هنشتغل ستوب ستوب هنشتغل كل حاجة وكان لازم التضاد ده ما بين كتور الوقت في الشكل إيه كمية الغوايس دي؟ حقاية الناس كنت بجيسر حكاية وفاق يعني أنا والله العظيم تلاتة ما بحبش ده عورتني يعني لحد دلوقتي عندي علامة في إيدي وكان لازم تفضلي لبساها بقى فترات أكسسوارات الشخصية نفسها طيب براجعين يا هوا أولا أول انطباع الناس قالتلك إيه؟ الحالة بتاعة العيلة الانطباع أنا بشوفه جوة الستوديو أولا أستاذ محمد سلامة مدام مه أمام حبابتي بوجه لهم تحية لما كنت بعمل مشهد وكنت بشوفهم بيتحكوا كنت بتكسف جدا يعني كنت أعمل كده واجري لأن أنا لو خدني عناية خدتني وإحساسي خدني أنهم عملت حاجة كوميزي وبتضحكهم أنا ممكن أنا بوز كنت دايما أنا بقولهم إيه سبب أن أنا كنت بعمل مشهد واجري على قطي بسرعة عايزة تبقي طبعية أنت يسرية بجد زي ما كنت في الطفان برضو كان أساس خيري بشارة وكانت معي لما دمها أمام كنت بأعرف وشهم حتى الدموع أشوفها في وشهم لأنا حرجة على الطفان ده أصله حالة لوحدها خليني أخلص رمضان تعالي نروح جزيرة أمام مع بعض دور هلالة دور سهل وصعب كتابة فيها من التسامح والأخلاق والروحانية ودور تقدري تقولي كده ورق كده جديد من نوعه ودور ساعتنا حس أن أنت أعتكلي العمدة وهن لقيكي بتحتضني وتحتضني العيلة والقوة بتاعت المشهد اللي أنت بتكلمي فيها اللي هو مفيش خوف لا الست القوية الصح أيو ده اللي قدرتي تعملي تشو قلتي إيه يا شافكي الصح الصح لطول ما الست صح تحط صبعها في عين التخين حكيلي عن وانت بتعملي الدور ده كهلالة خدتي إحساس مين خدتي إحساس مصر ست المصري خدتي إحساس مين بس أنا هقولك سر أنا بقوله الأول مرة أنا وانا بقرأ المشهد ده عيط وبعدين زالت بالنفسي قوي وانا قاعدة على المكتبي بذكر قلت هلالة ما تعيطش هلالة لما تبقى ست صح وزي ما انت قلت دلوقتي واخترت لها ست صح الوحيدة اللي مش مسك عليها غلطة حتى لما قالها بيجيلك في البيت قلت له ده جوزي على صنة الله ورسوله مهو الشر مقدرش يأذيها مقدرش مقدرش يعمل معها حاجة مقدرش الست اللي لما ابنها غلط قالت له قالت ده غلط لو غريب هيتعمل معه إيه اللي تعمل معه الغريب يتعمل معه إيه كواليس جزيرة غمام كواليس عمل قصية عمل كان صعب واللوكيشن نفسه شكله والحالة اللي انتو كلكم فيها يعني بطولة جماعية قوية جدا ونفسة شديدة جدا صحيح عشان كده هما ما عملوش تتر يعني كلهم أبطال أستاذ رياضي الخولي ميز الدين طرق لطفي محمود البزاوي في ناس كتير يعني كلهم نجوم ناس كلها فتحي عبد الوهاب طبعا رياضي الخولي كل الناس الحقيقة العالم بتاع عبد الرحيم كمال عالم مليان روحانيات ومليان رموز ومليان حالة كده مركبة انت بتلاقي نفسك في الحالة دي هو الفن هو الحقيقة بس مش معنى من كل حاجة موجودة في الفن أحيانا بيبقى للتسلية طبعا أمريكا نفسها عندها دور تعمل أسلام للتسلية واضحة انت بدخلت زي ما دخلت زي ما خاركت وانا اكتسبت ايه مفيش حاجة فالتسلية في الفن هدف والتعلم والقيمة في الفن هدف لما دخلت المسلسل ده تحديدا كنت بتعملي رجعيني هوا وليلي بصراحة كنت حاسة انه لا انا اكيد بقى حبا قريبة من الناس اكتر من رجعيني هوا وبينفجئتي بكمل بكمل اعجاب بلكمهور في جزيرة غنالك لا خالص ولا كنت حاسة بالاتنين ولا حاجة من دول انا كنت هقولك حاجة يعني كان بيجي علي وقت مثلا عندي اسبوع ده من حسن حظي في رجعيني هوا خلصت رجعيني هوا الاسبوع ده عندي اسبوع فاضي انا معزولة تماما انا ظلمت بيتي بالكامل يعني ما قبلش حد لو ابني طلب مني حاجة انا مش سمعايا مع ان انا موضوع ده بيقهرني لان انا بحب انا ارتديت اني بقى بشتغل زي اي ستة مصرية بتشغل اي شغلانة لازم اراعي كمان فيها بيتي وابني وحياتي بس اكيد هما مقدرين يعني ده وقت لانه بيت فن اه طبعا مقدرين كل حاجة وماما ربنا يديها السحة بصراحة عاملة معنا دور كبير انا وقايت بتعمل معاك ايه بس انتي وقايتن يعني ماما دي تروح فين والله ربنا يديها السحة طيب الثلاثة اعمال دول في رمضان انتي بقى كوفاء اللي قاعدة في البيت ولا ملحقتش تقعد في البيت خالص واللي بتتفرج قلتي عجبك ايه يعني لو انتي قاعدة وطلعت نفسك برا وفاء عامر انتي وفاء اللي بتتفرج لا ما بحبش اتفرج على نفسي او في التليزيون واركز ايه اللي بيقلقك لما تشوفيه نفسك دايما انا في حالة عدم رضا بالذات يعني لو سألت الناس اللي حولي في اي حاجة انا رضي ودايما بقول الحمد لله بس في الشغل دايما بحب نجح عايزة بقى الاحسن اما انتي عاملة اعمال نجح يعني مثلا لما تتطميني ترجع تتفرجي حتى ولو تطمين اشوف مشاهد وحاجات مقطعة كده اه تقولي كنت عايزة اعمل احسن اه في مشوارك يا وفاء ايه العمل اللي لو رجع تتمني تعمليه تاني وهتعمليه احسن اه كل الاعمال اختريلي واحد كلهم والله يا شبكي كلهم تتمني ترجع تعمليه تاني اه انا كده اه لا انا اقصد يعني واحد ما كنتيش راضية ونفسك تعمليه تاني كنت نفسي مثلا كاريوكا اعمله يبقى فيه اكتر من كده كان طبعا معمول في وقت حقيقة صعب اه يعني اتعامل في اثناء الثورة اتعرض في وقت في الناس كانت فنفسك لو رجع ترجعي تسبوتي تاني مش في الاداء بس انتجيا كمان كان محتاج ياخد حقه الناس عملوا اللي عليهم بس كان محتاج يبقى فيه لان كاريوكا كانت تحتاج اكتر من كده مثلا المنطقة اللي كانت فيها الفنانة العظيمة تحيا كاريوكا بتروح بنفسها بالسلاح وبتعرض نفسها هي ورجع بازة عشان ينقلوا سلاح للفدائيين ده ما خادش حق قوي منطقة دي شخصية تحيا كاريوكا مش سهلة هي ما كانش مجرد رقصة ولا كده لكن ليها حاجات كتير في الفن وفي السياسة وعملت حاجات كتير يعني بتبداع اه ايه اكتر حاجة لقتيها صعبة وانتي بتقدي الشخصية دي المشهد الاخير لما ماتت لما ماتت اه لان كان فيه مشهد بينها وبين سمير صابري يمكن اتكرر لما كان بيني وبينه مكالمة اخيرة ايام ما كان عايش في المريض ومعرفش ايه اللي خلق قال كده وانا قال بيتقبض كان تحيا كاريوكا قالها ماما عايزة تاكلي ايه وهو اللي حكايا للحكاية وهي بورسعادية وهو اسكندراني زي فقالت له عايزة اكل سمك ماشو يا واد يا سمير هيكت تقوله يا واد يا سمير فوانا بخذر معاه في التليفون قلت له نفسك في ايه يا واد يا سمير قال لي نفسي اكل سمك ماشو يا توح اه فبعد ما قفل قلت له ولا اصطدلك الكابوريا لان هو كان بيجي عندي مارينة وانا بحب بصيد الكابوريا والحاجات اللي هي الصعبة دي فقال لي لا عايزة اكل سمك ماشو يا توح اه فحتى قلت اللي في البيت وكده قلت لهم ده طالب سمك ماشو خلاص انا خليها الجمعة او الثبت كده نرتب ونروح له وما امهلناش القدر يعني سبحان الله ربنا يرحم ويرحم كل فنانية يا رب عايزة ارجع معاك تاني وفاء انت الطفان انت بتحبي البطولات تكلمتيني في الطفان تكلمتك طبعا كنت عاملة دور عظيم كنت مكالمة غالية علي دور عظيم وفاجئتيني انا شخصيا بس انت بتحبي الادوار الجامعية كمان معاو الصعبة يعني مش بتضايقك مش بتضايقني لان فيه منتجين شاطرين بيعرفوا يختاروا الموضوعات ويعرفوا يختاروا النجوم الصح يحطوهم فين يعني مثلا ريمو مقار لما كان اقتراح ان كلهم نجوم في روجينا في ناس كتير قوي كان فيه اعداد ونجوم مادام نادية رشاد طبعا برضو من ولاد التليفزيون المصري واللي حقق ونجحت هنا كتير مع مادام انعم محمد علي دور التطفان شبه ستات كتير بتضحك عليهم من مجد المصري اه ومجد المصري النجم الكبير مجد المصري طبعا نجم احمد زاهر ما عملوش تيتر صحيح لكن عاملين عمل ضخم فانا لما حد يطلبني يقولي ما عنديش تيتر تيجي تشتغلي معايا اقوله دور حلوة اجيش لان كل الموجودين نجوم محدش قبل مين بعد انه قد في مشوارك مرة كده قاله لا وفاق بقى دور بنت البلد حلوة عليها ما تطلعش برة كده حتى يما عملت الملك فاروق ماليسة اقولك رحتي انت عاملة الملكة نازلي سكتتي كل الاصوات دي طبعا يعني كنت سعيدة انك قدرتي تردي بالسوح انا كنت فرحانة من قبلها انهم من الاول عاملين حاملة ازاي وفاق عامل تعمل ده عشان كده اي حد حربك نجحي اعملي اللي مش متوقع ايه 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 اللي تعلمتي عشان تبقي الملكة نازلي لا حاجات كتير يعني الملكة مثلا انا كنت بجيب ناس عشان حتى رجعت لما بنتكلم دلوقتي فكرتيني لا الملكة مثلا انا ممكن كوافاق ممكن ارفع ايدي كده لكن الملكة ما ترفعش ايديها طبعا الملكة تنادي ايه 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 تنادي فتبص فلايه بتبصله يجي لحد عندها الملكة او صاحبة المكان او الاتيكات يعني تبقى تبص بطريقة معينة ما ترفعش راسع فوق هي يعنيها بس اللي تطلع لكن لانها ما تطلعش كده تعبك الدور ده تعبني لاني عاشته لان انا قعدت دافع عن الملكة نازلي كتير لان كنت حاسة بقى حساسها ومشعرها كنت في البيت ازاي صباح الخير بقى يا ماما شوية فول وكده وانتي ملكة مجستي اه مجستي انا لا يعني كانت الحالة مأثرة عليك او كانت مأثرة جدا ادوار كتير انا زلت رجلي لان انا حسيت ان ان الملكة نازلي دخلت خلاص فجرة دخلت علينا طب ادوار كتير عشان انا كمان كنت متزوجة يا فنان ودايما يقولوا انتوا كنتوا بتقولوا ايه لا والله بنبقى عاديين وكده بس انا شايفة انها بتاخد منكم ايه الادوار اللي تعبتك وقررتي تكلمي حد في الطب النفسي ساعتك لا انا قريتي بروح تروحي اصلا بروح من بدري يعني ومش عايبة تروحي عشان تأمني نفسك لا بروح علشان ساعات ما بعرفش اخرج وساعات المشاكل الشخصية الدور اللي ما هقرفتيش تخرجي ايه سبب المروحة يعني مسلا روحت في الطفان برامل انه الطفان نجح قوي قوي بس تعبني قوي قوي يعني جدا تعبني جدا جدا ده مشهد انها لوحده يتعب بلد يعني مشهد انها قدين بالفضل ليه الفنان الكبير خاري بشارة لانهو كان صامت طبعا بس ما ما بس فقلت له طب ممكن تخلي قلبي يتكلم فهو جدا من المدرسة دي ومدرسة برضو الأستاذ محمد سلامة كده طبعا اللي هو عايز قلبك هو اللي يقول مش اللسان يعني سهل ان احنا نتكلم لكن لازم تحسي بعنيكي وقلبك واحد انت قولي فقال اوكي فلما تأثر خيري بشعرة كانت امه لسه عايشة جالي بيعاية تقالي خلتيني عملت بروفو على موت امي كانت امه كانت تعبانة قوي فقلت له ربنا يخليها لك وابتدينا من هدي خيري في الاستوديو وابتدى كاني عايز قوي تأثر هو نفسه جدا يعني هو اول واحد اللي بيوجهكو كان بيحب امه كمان هو قوي قوي فالمسألة اثرت عليه مش هو بس هو وكل اللي كانوا واجدين في الاستوديو لما قالت لها اول مرة حضنك ما تحدنيش اول مرة اول مرة اكلمك ما ترديش عليك طب انت يا تعياتي ليه يا وفاق ده اخلص الجملة ده الجملة خلصت الجملة صعبة بشكل مرت في حياة كل واحد فينا يعني طبعا طبعا كلنا بنقول كل ما بفتكر الجملة دي يا شفكي كل ما بفتكر الجملة دي يا شفكي اه لا ما تقولي ليش انا انا ناخد فاصل بقى عشان انا عندي ناس حاجات كتير قوي فاصل وعايز اركع وفاق عمر مش سهلة مش موسلة سهلة هي مركبة يعني هي قاعدة قدامي نزلت رجلها بقت الملكة نزلي رجعت للطفان اه هي مش سهلة في عفريد جوة وفاق عمر فاصل قصير ونشوف مشهد ونرجع نكمل مع الفنانة وفاق عمر وفاق الست ما بتططيش ابدا ابدا الصح انت قلتي الست قوية والست في مصر قوية رأيك ايه رأيك ايه في اللي حاصل على الستات والمحاكم وسلسل فتن امل حربي اللي انتظر للمرأة بصي الست القوية الست اللي ما بتستسلمش الست اللي بتدور على حقها وعايز اقولك حاجة اللي له حق وما يغدوش ما يستحقوش لانه مش بتاعه طول ما انسي ليكي حق لازم تفضلي وراك حتى لو الحق ودالي المحاكم خلص يبقى احنا بالود ما نفعش باللسان ما نفعش بقابل كل دا ودت دين ما حدش عنده ضمير يبقى فيه العدل أساس المرأة رأيك ايه في نسبة الطلاق طلاق بقى نسبة عالية جدا شباب وأجيال والأعمار كانت زمان في العمر الكبير شوية المتوسط دلوقتي في العمر الصغير رأيك ايه عشان بيستعجله في ايه في انهم بسرعة عايزين ندخل بيت بيمثله على بعض وده غلط لازم يعرفوا بعض في كل الأحوال لازم الست تعرف الراجل والراجل يعرف الست في كل يعني وانا فرحانة وانا متضايقة وانا زعلانة وهو برضو عشان ما بيستوعبوش بعض ما هو أصل الاستيعاب دا يعني درجات علشان بتبقى البنت داخلة على الحياة أمها مثلا مش قيلالها ان انتي زي زمان انتي هتروحي بيت جوزك هتعودي مع سواء أمه أو معاه ببيت لوحدكو انتي المسؤولة ابني ما تهديش ما فيش أم بتقول لبنتها ان البنى صعب جدا الهدد سهل جدا بخبطة هتوقعي عمارة خبطة واحدة حقيقي ليس ست الفنانة متهمة انتي فنانة وقايتن أختك فنانة وتزوجة من منتج فنان ومع ذلك المرأة الممثلة دايما عليها هيصة ودايما بتعودي تدفعي وتقولي لأ ببطلت وبربي وبطلت بطلت المهم انا بيتي كويس مش مهم اي حد يقول ايه المهم ان انا مش مقصرة مسؤولية بعض اللي بيخرجوا عن الطريق ولا هي لانه الإضاءة عالية على الفنان الإضاءة عالية والأصوات عالية والدوزة عالية قوي كمان اليومين دول وكل واحد بس لو يراعي ضميره مش هيحصل كده احنا فنانين عندنا كويسين جدا محترمين جدا بيعملوا كل حاجة بأصول وبيعملوا خير كتير وعارفين كويس قوي انهم يغضموا بلدهم والمجتمع تفضل يمكن لان كان فيه فترة فيه فنانات قالتلك احنا تائبات عن الفن ده اللي عمل المشكلة طب هم كانوا بيعملوا ايه عشان يتوبوا كانوا بيعملوا ايه ما احنا بنقدم قيمة للمجتمع الفنان احنا جزير الغمام وقتها خلى الناس تقول اه والله ربنا يفتح عليكم السلفان وحرام لا هو كان جايز وقتها الناس اللي هما انا كنت بحضر على فكرة الدعاء كان تبتي توبة احنا في كل صلاة يعني انا مش مش شيخ ومش دعية اسلامية في اي وقت قولي لي في اي زمن من اللي شدك تروحي الدروس دي لا كتير من زميلاتي اللي في منهم رجعوا تاني مسلوا قالولك اي تعالي وفاق بس هم كانوا بياخدوني وما كانوش بيقولولي ابدا ولا تحجيبي ولا حاجة كنت بروح وبحضر معهم هو انا عايزة اسأل سؤال هو ده حتى الاستاذة المشاهدين طبعا مش لك لان احنا مش مطالبين ان احنا نسأل بعض هو الحجاب ده الحجاب هو احنا نلبس ترحة بس ولا الحجاب حجاب القلب وحجاب اللسان طبعا لا هي حالة كاملة ده المسلم من سلم المسلمونة من لساني ويدي الدروس دي فدتك والله في منها حاجات فدتني كتير يعني بس انا من الناس اللي ما باخدش قرارات متسرعة بس لكن هو الامام حلو القلب وانا مش بقول مش بعتب على طبعا اللي بيلبس ترحة كله هتحر انت حر ما لم تضر ما لم تضر مين ما لم تضر الاخرين لو كتب عنك حاجة وانت زوجة وام بتقلاقي ولا خلاص في البيت الكل عارف لا انا ما يهمنيش حاجة غير بيش ما بيهمنيش ما يهمنيش عبدالوهاب لما راحه قاله بالمهم انا ضميري فيه ايه يعني انا حتى عايز اقولك على حاجة الناس اللي بتدخل تكتب على الفيسبوك شتايم مثلا سواء في فنان او في شخصية عامة انا عايز اسأله دلوقتي انت ضميرك مرتاح انت راضيت غرورك ايدك اللي انت كتبت بيها الكلمة دي الوحشة دي انت راضي عن نفسك احيانا فيه ناس كتير بتقولك فيه عملية ممنهجة على ضرب الفن من مصر طبعا وعالشخصيات العامة عالشخصيات العامة من اكبر رأس لاصغر رأس انتو حاسين بكتبه طبعا طبعا على فكرة ودي الحرب اللي محدش واخد بالو ميلها كتير في مصر ان فيه حرب الكترونية تنادي على دكتور اشرف زاكي وتقولي له تدخل لو سمحت تشوف حتى على سوشال ميديا طبعا واشف زاكي تاعب بصراحة يعني انا بقوشفق علي يعني اولا احنا حتى كفنانين احيانا بنخطئ في حق بعض لما نبقى زعلانين ما تطلعش المفروض على سوشال ميديا ماينفعش لما بيكتب عن ايتن حاجات كتير بتبقى مشفقة عليها ودايما بحس كده انك على سوشال ميديا بالذات وراء ايتن الاخت الام والاخت وطول الوقت يا جمالك يا دلالك يا خدي بالك يا لأ يا انا بحبها ومش بحبها يا ستو انا انت عارفة اقولك على حاجة يا شافكي انا مش بحب ايتن بس انا بحب كل حد شاطر حافظة ستو انا طب يلا ستو انا لأ لما انتوا عندكم هنا ستو انا اكيد نحاول نجبها اكيد اه هي ستو انا دي ترند وعملتيها لها على تيك توك ايوة طبعا ما هي اساسا خدت شهرة عظيمة جدا وبعدين اكرم كمان الكلام حلو اللحن رائع هو دمه خفيف بيدحك من غير مجلول لو تعرض عليكي الدور ده من كم سنة مع حد تاني كنت تتغني ستو انا ممكن اه طبعا انا عملت الفوزير لا لا ده كنت بعمل دور يعني كنت بعمل لقطة كده عايزة عدي من قدام الكاميرا الطريق صعب فيه ناس كتير جدا شافكي مرسي جدا ان انت بتفتحي الموضوعات دي فكروا من النجاح كده طبعا لا انك احصع ان يريد ان يبدأ من حيث انتهينا نحن او من حيث انتهى الاخرين طبعا احيانا قدام المراية بتقولي ايه لوفاق عامر انا عارفة ان المراية بالنسبالك دور ادوار مراية كنتي الشخصية بتعياتي كتير على ايه لا بعاية من احيانا كان يعني ان انا ممكن اكون مقصرة في حق احد زي مين بيتك مثلا ممكن مامتي مثلا ساعات قاعد مثلا اسبوع مروحش اسأل عليها وكل حد عنده ام ياخد باله منها قوي لان دي الجنة بتاعتنا واللي ما عندهش ام هيدخل بيها الجنة لما يعمل لها ويفتكرها بخير وهتفضل معايا وهتيجي تزوره على فكرة يعني بشوف ابويا وبيجي يقعد معايا كده فالمراية فيها دموع كده طبعا دموعي على اللي راح فيها بهجة فيها يا جمالي يا دلالي لا لا مش قوي كده ما فيه هس يعني انا بسمعها من اللي حواليا فبتكفيني عشان يعني ان الله لا يحب كل مختالة مفخورة يعني هابقى افضل طول وقت بقولي نفسي كده دخلت في سكة الغرور ونعم محبش اكتر كلمة حلوة بتسمعيها في البيت تجيلك من مين عمر ولا بابا عمر هو عمر اكتر عمر يعني عمر لطيف حتى مع زميله حب يقول كلامك انا عايزة الحياة وريكي مشهد كده بس هم يورونا المشهد وبعدين اسألك السؤال المشهد ده كان فيه الفنان العظيم محمود عبدالعزيز يا سلام يعني برضو انتي بصي جمالي انا اشتغلت مع الكبار كله طب الزغروتة دي ممكن تبقى حقيقية لو الزوج محمد فوتي قالك ده ولا لا تمسيلي لا هقوله مبروك عايزة قد زغراتي اه عايزة بس ما عربش لا قولي كلام مبتعي هقولك على حاجة انت لو تفعي زغراتي دلوقتي مش هعرب اه هي بتطلع على الهوى لأ هنا الزغروتة انها بتزغراتله بالموافقة انتي ممكن تعمليها في الحقيقة مش عارف ما هتحطتش في الموقف ده لو قالك انا هتجاوز عليك والراجل كان صريح والله تم كويس مؤدب هو جاي يقول يعني الستة تقبلها ومش كل الستة تقبلها بس واعحة احنا عندنا ثقافة في العالم العربي كله اعتقد ان فيه ناس قوي لما بيشوفوا البنت بيعودوا يعياتوا الرجالة فبعايز الولد عايز الولد وبالنسبة له ان البنت دي مصيبة مع ان البنت دي ممكن تبقى سميرة موسى ممكن تبقى طبعا بقت رئيسة جمهورية طبعا الستة الستة هي اللي لها الستة اللي من قدماء المصريين كانت من عصر قدماء المصريين كانت بترسم على جدران المعابد بقيت تحديتي في شط اسكندريا وبقيت وزيرة وجوزك كان غيران بس سألت له ايه برضو الستة انا فاكرة كويسة طبعا قالت له لو قلت لا مش هرجعك حتى المخرج قال لي يعني ايه انا كانت جملة زيادة اتفقت علي انو الستة ممدوح عبدالعليم قال لي المخرج قال له مش هرجعك يعني مش هتني لك كلمة فقال انا بس ما سمعتهاش فوانا بقولها له دمعت سنة فقال لا لا تمام اوكي يعني خليك فبقت وزيرة طبعا يعني خليني اخذك الستة حالة الستات في مصر بسمعوا كتير وبتضايقوا كتير من كلام كتير لما فتاوية لبعض المشايخ تطلع تقول اه من حق الراجل يتجاوز على مراته طيب بتشوفها ازاي بشوفها اوكي من غير ما يقولها فتاوة هو يروح يتجاوز ومن غير ما يقولها اوكي يقولك من حقه مش لازم يقولها طيب والتقسير والتقسير يعني لما انت تتجاوز وتأثر مع مراته ما هو لازم كل حاجة نستخدم فيها العقل يعني انا طلعت ببرنامجين قبلك قلت يتجاوز وفيها بس فيه ظلم للمرأة يعني انا حقول اه ماشي بقول لو حقاعد الظلم في قلبي اوكي انا هوافق بس انت ترضاها لاختك انت هترضاها لمامتك لو كانت مكاني انت هترضاها لبنتك لا ما بيبصوش لهم هيبقى موقفتك هيلاقي مليون مبرر بس شوفي انا قلت عندك كلام مختلف علشان ما حدش يقول علي اني اه بشجع انا بعمل كل حاجة انا بطبخ انا سحبتك انا اللي بلعبك طولة انا اللي بتقولي سرك لو عندك مشكلة بحلهالك لو اصلحة ساعت هيقولك قهر زهقت عايزة اغير تحصل طيب وانت ايه رأيك لو انا كمان اتطلقت اه وعايزة اغير قوانين الاحوال الشخصية كانت محتاجة الدربة دي بتاعة المسلسل حقيقة سعيدة ان الفن رجع يقدم الدور طبعا طبعا الفن طول عمره قادر على تغيير واقع مجتمعي بشكله الوحش احيانا او بعض وحش يعني مثلا استاذ فتن حمامة رحمة الله عليها مدم امينة رزق بمشهد غيروا قانون في الاحوال الشخصية اه فيلم اريدو حلا انتصروا بي استاذ فريد شاوي الوحش الشاشة رصيف نمرة خمسة بالضبط عمل وعمل جعلوني مجرما طبعا في قوانين كتير قوي غيرت حتاجات تتغير هاخدك بسرعة لبيتك دايما اسمعك انا بحب بيتي و جريني والشارع ايه ايه ده كله قعدة في الشارع حتة بتاعتك انا بتهالي صباح الخير يا عم حسين ازايك يعني انا عايز اقول لكم جيران وفاء معايا في الستوديو كمان معايا رانا هي اللي عاملالي الماكياج النهاردة جارتي و جيراني حلوين يعني احنا جيران كلنا مع بعض في كحكة بقى بيروح واكل بيطلع وبينزل احنا محاولنا بصي ناساك الحمد لله في مكان كويس يعني مرة محترمة كل فيها ناس محترمين كلهم بيحبوا بعض وشكل مصر يعني انا انا ساعدة عاودة اقول ايه انا بيتي شكل مصر كلنا بنديل بعض وكلنا حنينين على بعض وكلنا بالراعي بعض بتحب انت محمد صلاح جدا والكورة وعلى سوشيال ميديا جوزاء حبيبي طبعا انت جوزاء انا جوزاء برضا بصي كلنا حلوين الجوزاء الحمد لله كلهم حلوين كان عيد ملادهم بارح محمد صلاح ايه اللي بيعجبك في محمد صلاح بيعجبني في محمد صلاح اسراره بحس النفية كتير قوي من قصة كفاح صلاح انا صلاح مشي من نادي وقاله ماينفعش كويس احد الاندية الكبيرة وانا مشيت من احد الاعمال الكبيرة وقالولي ما مش هتشتغل ايه هو العمل خلص الزمن رحل اه كان استاذ ابراهيم الصحن وكنت في عمل ايه كان بوابة الحلوين اترفتتي من بوابة الحلوين ده انا رحت بشنطة هدومي ومشيت اول مرة نعرف ومشاني منه المنتج الفني ليه والله هو شاف ان بعد ما رحت لحد اسكندرية ومش عايزة اقولك روحت مشي يعني روحت بيتنا مشي اها قال لا مش هتشتغلي مش لايق عطور وكان استاذ عبدالشافي عبدالقدوس مساعد المخرج قال لي يا بنتي هتبقي نجمة واخيرها في غيرها وبقيت نجمة والله نشوية المشي دول عدلوا الطريق والمشوار دايما بقول بقى للعيال الصغيرة انتو مشوفتوش حاجة انتو مشوفتوش اللي احنا شفناه وفاء مشوارك محدش يقدر يغفله وادوارك كلها احلى من بعض وانا بستمتع بيكي وبنجاحك ومغامراتك وحبك ووطنيتك واحساسك بمصريتك واهلك بحس بالناس في الشارع اكتر من هو ده دوري انا كفنانة ودور كل زمالي وزمالي كلهم كده متطمنة على الشعب المصري في الازمات متطمنة على الشعب المصري وعارفة انهم جدعان الست فيهم بمئة راجل والراجل بألف دراع انا متأكدة الازمات اللي احنا فيها في العالم واحنا كمصريين هيعودوا يتبليأوا لما باعد اقول الرز والمكارونا حفظة لقول كده لان انا ست بيت في الاول وفي الاخر على فكرة احنا بنشتغل كفنانين وبنستنى على فلوسنا برضو معدناش الملايين والمليارات اللي بتتقال ما تسمعوش يا جماعة كلام حد احنا زينا زيكم وبنكن زينا زيكم وبنقتصد زينا زيكم وحنفضل كده ولو تلع الف مليون صوت مش هيمني هطلع وقول نفس الكلام وهتعدي عادي هتعدي بصي هقولك على حاجة يا شافكي وحفظي الجملة دي هنعدي عشان الوقت وهنقولها الناس يا مدأت على الراس طبول اكيد وهنفضل احنا عايشين من بدء الخليقة لحد نهايتها بخير بلد وحنختم هنختم بكلام حلو بشكرك وسعيدة من انتي جيتي وهنختم بسته انا لكل ستات الحلوين يلا يلا ستو انا ستو انا قلبي بورتو ام بسور ملك كونتي حور طعصور يا عصير الله كيف ستو انا وفاق عامر نورتين في التاسعة وبجد بالصدق والجمال وكده هي دي وفاق عامر تعمل اللي تعمله تفضل تقدم لك ادوار كتيرة رموز فنية جميلة بنستمتع بيها في مصر بشكرك يا وفاق جدا على دعوتك وعلى وجودك معنا في التاسعة بشكركم بكرة تلتقوا مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم اما انا لقائي معكم يوم الخميس تصبحوا على الفخير